بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس العقيدة الإسلامية ومع الجزء الثالث من درس نبي الله عيسى عليه السلام والآن تعالوا بنا أعزاء الطلاب لنتعرف على أهداف درسنا اليوم أولا أن يذكر الطالب موقف بني إسرائيل من دعوة نبي الله عيسى عليه السلام ثانيا أن يستنبط الطالب الدروس المستفادة من درس نبي الله عيسى عليه السلام أعزاء الطلاب في الجزئين الأول والثاني من درسنا تعرفنا على مريم بنت عمران وقلنا أنها أم سيدنا عيسى عليه السلام وقد نشأت نشأة صالحة بجوار بيت المقدس وكانت عابدة قانتة في خلوة بيت المقدس تحيي ليلها بذكر الله تعالى والعبادة والصلاة وتقضي أيامها حبا لربها وشوقا إلى لقائه جل وعلا وتكلمنا عن اصطفاء الله تعالى لها وقلنا أن الله عز وجل اختارها وجعلها من خير نساء العالمين ثم بعد ذلك ذكرنا بشارة جبريل لها بالولد وذلك أنه ذات يوم جاءها جبريل عليه السلام وبشرها أن الله عز وجل اختارها من بين جميع النساء لتكون أما لنبيه عيسى المسيح عليه السلام وذلك من دون أن يكون لها زوج أو يمسها بشر وذكرنا معجزة ولادة عيسى عليه السلام بدون أب وقلنا أن مريم أنجبت عيسى عليه السلام دون أن يكون لها زوج وذلك بقدرة الله تعالى الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقلنا أن مريم لما أحست بآلام الوضع ذهبت إلى مكان بعيد وجلست تحت نخلة تستظل بها وتنتظر الولادة فلما وضعت الطفل سمعت صوتا يقول لها لا تحزني وقال لها أيضا هزي جذع النخلة تتساقط عليك ثمار الرطب فكلي منها وأمرها بألا ترد على أحد وتقول أنها نذرت لله تعالى صوما عن الكلام ثم بينا كيف واجهت مريم قومها فبعد أن وضعت ولدها ذهبت إلى قومها فلما وصلت إليهم أسمعوها كلاما قاسيا فلم تتكلم كما أمرها الله لكنها أشارت إلى الطفل الصغير فقالوا باستغراب كيف نكلم طفلا وليدا فأنطق الله عيسى وهو في المهد وهذه هي المعجزة التي تكلمنا عنها وهو أن الله عز وجل أنطق عيسى في مهده وذكرنا ماذا قال عيسى عليه السلام وهو في المهد فقد قال إني عبد لله قضى بإعطاء الكتاب وهو الإنجيل وجعلني نبيا مرسلا وجعلني عظيم الخير والنفع حيثما وجدت وأوصاني بالمحافظة على الصلاة والزكاة ما بقيت حيا وجعلني بارا بوالدتي ولم يجعلني عاصيا متكبرا والسلامة والأمان من الله تعالى علي يوم أولدت ويوم أموت وحين أبعث يوم القيامة ثم ذكرنا بعد ذلك السبب في بعثة عيسى عليه السلام وقلنا أن بني إسرائيل كانوا غارقين في الضلال ومنحرفين عن الحق الذي جاء به موسى عليه السلام وقد اتصفوا بصفات كثيرة تدل على بعدهم عن الحق ومعاداتهم للهدى ومن هذه الصفات الكفر بالله وقتل الأنبياء ونقض العهود والمواثيق والغدر والخيانة وشدة عداوتهم للمؤمنين لذلك أرسل الله عز وجل لهم نبيه عيسى عليه السلام ليردهم إلى الحق الذي حاد عنه ثم بعد ذلك بينا دور نبي الله عيسى عليه السلام مع قومه فقد قام عيسى عليه السلام بدعوة قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه وبلغهم أوامر الله تعالى ونواهيه وطلب منهم أن يخلصوا في عبادتهم لله سبحانه وتعالى وذكر لهم أنه قد أنزل عليه كتاب هداية من الله تعالى لهم وهو الإنجيل قال تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ثم ذكرنا بعد ذلك في الجزء الثاني مفهوم المعجزة وقلنا أن المعجزة هي أمر خارق للعادة يؤيد الله تعالى به رسله لإثبات صدقهم وليتحدى به المكذبين من أقوامهم ثم ذكرنا بعض الأمثلة على معجزات الأنبياء وذكرنا أن من معجزات إبراهيم عليه السلام دخوله النار وخروجه منها بسلام دون أن يحترق ومن معجزات موسى عليه السلام انشقاق البحر والمرور من خلاله ومن معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم المعجزة الخالدة والخاتمة لجميع المعجزات ثم بعد ذلك عددنا معجزات عيسى عليه السلام فأنه كان يشكل الطين على شكل طائر فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله وكان يمسح على عين الأعمى فيرد إليه بصره بإذن الله ويمسح على الأبرص فيشفيه من مرضه بإذن الله تعالى وأنه كان يحيي الموتى بإذن الله تعالى لكن يا ترى ما موقف بني إسرائيل من دعوة نبي الله عيسى عليه السلام وما هي الدروس التي نستفيدها من هذا الدرس هذا وأكثر ما سنتعرف اليوم عليه من خلال أهداف الدرس أولا موقف بني إسرائيل من دعوة نبي الله عيسى عليه السلام إلى أي شيء دعى عيسى عليه السلام قومه دعى نبي الله عيسى عليه السلام قومه إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه وكان ذلك أول ما نطق به وهو في المهد قال تعالى على لسان عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وطالبهم بالإيمان بأنه عبد الله ورسوله وأخذ يجادلهم ويبين لهم فساد سلوكهم ومعتقدهم وما هم عليه من شرك بالله تعالى وحذرهم من الشرك وبيّن لهم أن الجنة محرمة على المشركين فكيف كان رد فعل قومه كعادة أهل الشرك والضلال كذبه أكثرهم وما آمن معه إلا قليل لكن السؤال هنا حينما كذبه أكثرهم ولم يؤمن معه إلا قليل هل يأس عيسى عليه السلام من دعوة قومه لا لم يأس وظل يدعو الظالمين من قومه إلى الله تعالى حتى ضاقوا به ما موقف قوم عيسى عليه السلام من دعوته لما استمر عيسى عليه السلام في دعوته لقومه ضاقوا به وأرادوا قتله وإذاءه وسلكوا كل السبل لبلوغ غايتهم فحرّضوا الرومان عليه وحاولوا أن يسلموه لأعدائه لكي يصلبوه ويقتلوه ولكن الله عز وجل نجى نبيه عيسى عليه السلام منهم كيف نجى الله عيسى عليه السلام من أذى قومه نجى الله عيسى عليه السلام من أذى قومه بأن رفعه إلى السماء قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا عزيز الطالب أجب عن الأسئلة الآتية ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة فعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي أولا قوم عيسى عليه السلام قتلوه وصلبوه عبارة خاطئة لم يقتلوه ولم يصلبوه وإنما أرادوا ذلك فنجاه الله عز وجل منهم ثانيا نجى الله عيسى عليه السلام من قومه بأن رفعه إلى السماء رائع عبارة صحيحة اذكر موقف بني إسرائيل من دعوة عيسى عليه السلام أحسنت ضاقوا به وكذبه أكثرهم وأرادوا قتله وسلكوا كل السبل لبلوغ غايتهم فحرضوا الرومان عليه وحاولوا أن يسلموه لأعدائه ليصلبوه ثانيا الدروس المستفادة من درس نبي الله عيسى عليه السلام هناك دروس كثيرة نستفيدها من درس نبي الله عيسى عليه السلام نذكر منها أولا جميع الرسل يدعون إلى عقيدة التوحيد ثانيا أن الله عز وجل رفع عيسى عليه السلام بقدرته إلى السماء ونجاه من اليهود ثالثا عيسى بن مريم بشر النبي وهو عبد الله ورسوله وليس إلها ولا ابن إله عزيز الطالب تعال بنا لكي نلخص درسنا من خلال نشاط أنظم تعلمي في كتابك نبي الله عيسى عليه السلام مكان ولادتك أين ولد؟ أحسنت بجوار بيت المقدس بفلسطين قومه الذين دعاهم هم بنوا إسرائيل كتابه المنزل عليه ما الكتاب الذي نزل على عيسى؟ رائع الكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام هو الإنجيل بعض آيات عيسى عليه السلام ومعجزاته كلامه وهو رضيع في المهد ولادته من أم دون أب يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله تعالى يبرئ الأكمه أي الأعمى والأبرص بإذن الله تعالى ويحيي الموتى بإذن الله تعالى موقف بني إسرائيل من دعوة نبي الله عيسى عليه السلام دعا نبي الله عيسى عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده وأخذ يجادلهم ويبين لهم فساد سلوكهم وما هم عليه من شرك فكذبه أكثرهم وما آمن معه إلا قليل لكنه ظل يدعو قومه حتى ضاقوا به وأرادوا قتله وسلكوا كل السبل لبلوغ غايتهم فحرضوا الرومان عليه وحاولوا أن يسلموه لأعدائه لكي يصلبوه ولكن الله تعالى نجى نبيه عليه السلام منهم بأن رفعه إلى السماء عزيز الطالب انتهى درسنا بفضل الله وتوفيقه نتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته